أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج كيف الصحة نناقش في هذا البرنامج مرض التوحد الأسباب والأعراض وطرق العلاج نناقش هذه المحاور مع ضيفي هنا في الستوديو الدكتور محمد حسن الاستشاري في طب الأطفال والأسرة أهلا بك دكتور محمد معنا أهلا وسهلا بداية قبل أن نخوض بتفاصيل مرض التوحد ما هو مرض التوحد أعراض هذا المرض؟ تمام في الأول تعريف مرض التوحد ما هو مش بيعتبر مرض بيعتبره اطراب وظيفي في يعني وظائف عمل المخ اطراب فقط اطراب وظيفي لكنه ما مرض عشان كده بيسموه disorder مش disease يعني بالانجليزي فده بينتج هذا الخلل اللي هو بسبب عدم تناسق الإشارات الإلكترونية ما بين المناطق المختلفة في الدماغ يعني معروف أن المخ فيه مجموعة من المناطق منطقة خاصة بالشم منطقة خاصة بالسمع منطقة خاصة بالبصر منطقة خاصة بالكلام منطقة خاصة بالتفكير بالذكاء بالحركة وهكذا هذه المناطق المفروض أنها تتشابك وتتعامل مع بعضها زي مثلا هوب أو يعني مثلا مركز 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 اتصالات ياخد ويدي لكن لما بيحصل أن هذه المناطق ما بتكلمش مع بعضيها يعني ما فيش اتصالات ما فيش اتصالات السلوك اللي هي ما بينها حصل فيها مشاكل فالإشارات اللي هي المفروض أنها تؤدي من منطقة إلى أخرى أصبح فيها يعني ما هيش بتواصل الإشارة فيصبح الطفل عنده هذه المناطق موجودة لكن عشان ما فيش تواصل بينهم فيحصل هذا الإطراب الوظيفي في السلوك في التعامل في الكلام في التواصل في التفاعل وهكذا يعني من أهم الأعراض التي يمكن ملاحظتها أن الطفل يعاني من مشكلة معينة هي الأعراض التي بتكون في السلوك في اللغة تقريبا في التواصل هذه تؤشر مباشرة أن الطفل ممكن يعاني من التواصل صحيح وطبعا الأعراض احنا بنقسمهم أنهم يكونوا في مجموعتين رئيسيتين المجموعة الأولى اللي هي خاصة بالتواصل الاجتماعي والتفاعل والاتنين يختلفوا مع بعض يختلفوا مع بعض التفاعل أن مثلا أنا أتكلم وحد يكلمني أرد عليه وهكذا يعني الاتنين مع بعض التواصل أن أنا أبدأ الكلام أو أعبر عن رأيي أو أعبر عن أي مشكلة عاطفية ممكن بالكلام أو ممكن بالكتابة أو ممكن وهكذا يعني التفاعل أنه يكون مثلا أنا أكلم واحد أقول صباح الخير يرد على صباح النور اسمك إيه وعمرك كام وكذا بالنسبة لأطفال مرد التوحد هذه المنطقة الأساسية ممكن تنادي عليها حتى باسمه ما يرد حتى الأب والأم يردوا يسأل يعني ينادوا على الطفل باسمه وما ينظر طب هنا كيف تشخص هذه الحالة دكتور يعني هل هو يكون بعالم آخر يعني في ضل عدم أنه قدرته على التواصل مع المحيط طبعا هو بيبقى يعني زي ما تقوله يعني بالإنجليز بيقوله confused إنه هو تلاقيه ما مش مش يعني غياب التركيز آه يعني يعني عنده عدم القدرة على إنه هو يستجمع المعلومة ويدي لها رد الفعل المناسب لأن يعني أنا حضرتك حضرتك بتكلمني تكلميني حاليا لو حطيت صبعي في أذاني مش هسمع أو يعني خلاص مش هسمع فطالما مش سامع مش هعرف أعبر ممكن أسمع بس مش هعرف أترجم لو أنت تتكلمي لغة تانية يعني حتى تتكلمتيني مثلا صيني أو ألماني وكذا أنا سامعك بس مش فاهم أنا هرد إزاي فممكن أساكت كده ومش عرف أعمل إيه طفل التوحد عنده عندي هذه المشكلة إنه مثلا إيه حد بيكلمه هو مش واعي ما عندوش الوعي الكامل إنه هو ياخد المعلومة ويدورها في مخه يعني بروستيسنج يعملها بروستيسنج في مخه يدورها وكذا وبعدين يحولها إلى كلام ما هي دي الكومينيكيشن اللي بتكلم عليها يعني شوفي حضرتك خليني أضرب مثال ما علشي المايك والسبيكر اللي هو المايكروفون بيتكلموا فيه والسبيكر طبعا أنا ممكن أتكلم في مايك وممكن واحد في دولة تاني بيسمعني هو ما سمعش صوتي هو ما سمعش صوتي هو سمع الزبزبات الصوت اللي دخلت على المايك حصلت ترجمة عليها لإشارات كهربائية الإشارات الكهربائية دخلت في إشارات تاني كهروضوئية أو كهرومغناطسية وعبر الأثير وصلت للمكان التاني استلمها للنحية التانية السبيكر اللي هو المكبر الصوت مكبر الصوت استلم زبزبات الصوتية دي ترجمها إلى الصوت اللي هو أساسا عندي لكن صوتي أنا ما وصل هذه العملية بتحصل داخل الدماغ نفس القصة أن الصوت أنا بسمعه الصوت الصوت اللي أنا بسمعه من حضرتك بيتحول إلى زبزبات كهربائية هذه الزبزبات الكهربائية بتمشي في أسلاك يعني زي أسلاك الكهرباء اللي هي الأسلاك العصبية الأسلاك العصبية بتود الإشارة لنوع تاني من الخلايا يترجمها ويعيدها إلى مفهوم للشخص اللي هو يعبر به طيب دكتور هل تختلف هاي الأعراض من شخص لآخر؟ طبعا بتختلف من شخص الآخر لأن كل شخص التركيبة رغم أن التركيبة الأساسية موجودة إلا أن تفاصيل التركيبة مختلفة من شخص لشخص يعني ممكن شخص يكون عنده جزء كامل اللي هو يعني حصل فيه اضطراب وشخص تاني عنده جزء بسيط منه اللي فيه الاضطراب ومن ثم تلاقي أن اللي عنده الجزء الكامل اللي هو مضطرب هتتوقعي أن الأعراض هتكون أشدة عنده ومختلفة كمان حسب السن السن اللي بيختلف الطفل اللي هو عنده توحد مثلا عنده سنتين وعنده توحد الأعراض اللي موجودة عنده مش هي نفسها بنفس الطريقة اللي هو عنده 18 سنة أو عنده 30 سنة أو 40 سنة طب دكتور إمتى عادة يعني متى يكتشف أو يجزم أنه عنده توحد هذا الطفل يعني بأي عمر تقريبا من سنة سنتين سنتين خلق من سنة سنتين كن واضح رغم أن الأعراض تكون موجودة من بداية ممكن من نقول من بداية ست أسابيع من بداية ست أسابيع تبدأ الأعراض بس ما فيش حد مش ممكن حد يشخص التوحد في هذه السن ليه لأنه ممكن الناس يقول ده يعني غير كافي لأنه في معايير معينة لتشخيص التوحد لا بد من أنها تستوفى إذا لم تستوفى إذا لم تستوفى يعني لا يمكن التشخيص لكن تكون الأعراض موجودة بس لم تستوفى اللي هو النصاب يعني لكن في عمر السنتين يعني خلاص الدكتور المختص ممكن يقرر هذا القفل فعلا عنده التوحد بالضبط كده ده أول التشخيص سنتين فيه اللي بيتأخر عندهم التشخيص لحين معينة يعني فيه ناس بيت بنشخصها عند مثلا سنة خمسة أو ستة أو تمانية فيه كمان عند تلتاشر سنة رغم أنه راح له الدكتور عنده سنتين ما كان عنده ما كان عنده السبب الشيء بسيط زي ما أنا قلت اللي هو النصاب لم يكتمل أنه هو أعراضه ما زالت تتوافد ما زالت تأتي يعني في هاي النقطة هاي مهمة دكتور يعني هل ممكن أنه التوحد أو اضطراب التوحد يأتي على كبر ممكن مش يأتي على كبر هو أصلا يتطور يتطور ويشخص على كبر فمت عليك خلينا نضرب مثال يعني مثلا لو قلنا جدلا أنه إحنا عايزين عشر علامات لتشخيص التوحد عند سن سنتين فيه خمسة مش هنشخص عند سن ثمان سنين فيه سبعة مش هنقدر نشخص برضه عند سن ثمانتاشر اكتمل العشرة هنبدأ نشخص هل معنى ذلك أن الكلام ده ما كانش موجود هو موجود من الأول لكن لم يظهر بالدرجة اللي تخلي الطبيب يحطها في النصاب على يقين أن هو كده احنا كملنا كده احنا كملنا النصاب اللي هو باقي به نشخص الحالة لكن بيبقى شاكك فيه فيه شك يقول أنا شاكك أن فيه توحد لكن مش هقدر أشخص للأسباب الآتية أن احنا ما عندناش كل العلامات اللي هي تأهلين لتشخيص كمان الناس بتخاف من التشخيص ليه؟ لأن مدام شخصت أصبح للأسف يعني التصق به هذا التشخيص للأبد مش مرض زي مثلا مرض يعالج يعالج زي سعال أو غيره يأخذ أسبوعين ويروح لا تشخصت خلاص مدى الحياة أصبح عندك توحد طيب دكتور أيضا بموضوع التوحد يعني هناك أشخاص يكونون يعني مندمجين حقيقة بين المجتمع وأقرب للطبيعيين لكن تسمع أو تفاجأ بأن لديهم الطراب التوحد يعني كيف ممكن أن يكون فيه درجات وأنه قادر هذا الشخص على اندماج الذهاب لوحده والإتيان لوحده ممارسة الحياة ممكن أحيانا العمل ولكن عنده الطراب التوحد يعني ما المقصود هنا بالتوحد اللي بيصل فيه الشخص أنه قادر أنه يندمج هذا النوع من التوحد اللي هو بنسميه اللي هو اللي هو البسيط يعني السبب أنه هو أنه هو مستوى أول أو بسيط أنه بيكون فيها علامات التوحد الدنيا يعني أقل شيء موجود اللي هو كمل لأنه إحنا خلاص كملنا يعني زي ما قلت حديثك لو قلنا إحنا عايزين ستة من عشرة عشان نكمل التشخيص هو خلاص وصل لستة من عشرة لكن ما عنده الأشياء التانية اللي هي ممكن تخليه يبقى من النوع اللي هو الشديد اللي هو سيفير يعني فهو بيبقى من البسيط لأنه يادوب كمل النصاب اللي هو نقول عليه توحد بالإضافة أنه بيبقى عنده نسبة من الزكاء صحيح فيه كتير أطفال التوحد اللي هم بيكونوا توحد عندهم بسيط بيبقى عندهم نسبة عالية جدا من الزكاء وملكات معينة ممكن ما تكونش مولودة في ملكات ممكن ما تكونش من الأشخاص العاديين يعني هندن بسيط يكون عنده قدرة رهيبة على الحسابات الأعمال الحسابية الماثي يعني أو ممكن يكون عنده اهتمام شديد بالرسم تفاصيل دقيقة في الرسمات أو الثلاث أشياء دولة الموسيقى عندهم ولع شديد بالموسيقى يبقى الموسيقى الفنون والحساب أشخاص التوحد بيزداد بيبقى عندهم كده ونسبة عالية جدا من الزكاء تخليه تؤهله أنه هو يتذكر أشياء لا يستطيع غير أن يتذكرها يعني أنا جاني طفلي فيه العيادة كان بيتحداني يديني أرقام أنا أضرابها يقول لي مثلاً إيه خمس تلاف خمسمية تنين وسبعين فوربعمية تنين وثلاثين حاجة كده عايزنا أنا أعملها فأنا أقول له طب استنع لا ما تعملش على التليفون ويبتسم كده ويقال الإجابة أنه عاد تليفون نعملها على الألة الحسبة يطلع وأنه يعاني كده في يعني بيبقى عندهم ملكات فالنوع ده يبقى التوحد عندهم بسيط إجابة لسؤال حدثتك وبيتأقلموا بسرعة للحياة لأن زكاؤهم بيؤهلهم أنهم يتأقلموا وكل ما يكبر كل ما بيتعلم ويخبي كمان هو يتعلم القدرة على أنه يخبي الأشياء اللي هي تخلي المجتمع ينظر إليه كشيء يعني مش كواس فهو عنده زكاء لعشان عنده زكاء فيقول أنا يعني مش هتصرف في الموقف الفلاني أو مش هتكلم علشان لو اتكلمت هيكتشف أمري فتلاقيه يعني يفضل أنه يصمت مدرك مدرك للأشياء اللي زي داي أما الطفل المسكين اللي هو ما بيعاش عنده زكاء اللي هو اللي هو النوع الشديد من الأوتزيم اللي هو الطرف اللي عشكده اسمه سبكترم طيف الطيف فيه من واحد لسبع من الألوان يعني لو عنده السبع ألوان بالكامل اللي كل شيء موجود عنده يعني بالإضافة لأنه عنده للأسف الشديد كمية من اللي هو ساموه الترابي الزهني أو مثلا يعني مش موجود عنده زكاء بنفس الدرجة ده بيعاني لأنه بيصعب تأهيله بيصعب تأهيله بيصعب فهمه بيصعب دم دمجه في المجتمع لأنه قدرته على الفهم الدنيا وقدرته على الاندماج بتبقى أقل صعبة جدا طب دكتور يعني لو تحدثنا عن أسباب التوحد الوراثة هل تلعب دور بموضوع التوحد هل يصنف يعني أنت كما ذكرت هو ليس موضوع مرضي هو موضوع اضطراب ما الأسباب التي تؤدي إليه الأسباب فيها قائمتين من الأسباب القائمة الأولى اللي هي الوراثة الجينات القائمة الثانية البيئة الاثنين دول يتفاعلوا مع بعض بيدون نوع من الأمراض اللي هو لازم فيه الاثنين مع بعض لكن العامل الوراثي موجود خاصة إذا وجد في الآباء أو الإخوة أو الجدود أو كده نوع من اللي هو إيه؟ الإطرابات الزهنية يعني هو يكون عنده إطرابات عقلية إطرابات سلوكية الوراثة واردة جدا يعني لذلك أي شخص بيجينا وعنده أخوه أو حد من أقرباء أو الوالد عنده أوتزم بنعمله تحليل جينات لأن نتوقع أنه ممكن يكون في نسبة 25 ممكن توصل لـ 50% أنه في حد تاني هيتولد كمان وهو الطفل ده ولو تزوج في احتمال نسبة أعلى أنه يكون عنده توحد فالجنات موجودة بس مش كل الجنات تؤدي إلى الأتزم لازم يكون في عوامل تانية بيئية العوامل البيئية معظمها بيكون موجود يأمن في فترة الحمل يأمن ما يعني في أسناء الولادة وفي السنة الأولى اللي هي بتحدد نمو المخ والتشابكات الإلكترونية اللي بتكلم عليها والتشابكات العصبية وكده دواء في أول سنتين بيبقى على على أقصاها اللي هي التشابكات وعملية السلوك لأن المخ بيهيئ نفسه أنه يكون فرض مستقل فلما بيولد بيولد بمادة خام خلايا خام سلوك خام اللي هي لأعصاب يبتدي بقى في الفترة تسنتين دولا بيحاول يركبهم مع بعضهم فهنا تتداخل عوامر المعاملات اللي هو لو تعرض لمثلا نوع من الأبيوز يعني وكده أنه حصل فيه الوالدين فيه ضرب فيه معاملات عنف عشاء كثيرة عنه كده بتحصل فده خلاص كده أنت عندك هو مستعد جينيا والبيئة مش مساعدة فالتنين مع بعض خلاص كده يبقى فيه فرصة أعلى للتوحد من إنه لو كانت جين بس اللي موجود طيب بعض الدراسات أيضا قرأت دكتور إنه في موضوع نسبة الذكور إصابات التوحد أعلى من الحناس إلى أي مدى صحيحة هذه المعلومة طبعا صحيحة صحيحة يعني لماذا خمسة أضعاف خمسة أضعاف يعني لو قلنا مثلا لكل بنت خمس أولاد يبقى عندهم توحد السبب إنه هو برضو مجموعتين من الأسباب المجموعة الأولينية التكوين الذاتي للبنت يختلف عن الولد في طبعا عوامل هرومونية وعوامل جينية بتتداخل بتخلي السلوك نفسه بتاع الطفل الطفل البنت يختلف عن الولد فمعروف من المعروف طبيا إن البنت في سلوكها في طريقة تلعبها في معاملاتها مع أصدقائها في معاملاتها مع اللي حولها بتكون بتكون أقل من ناحية الاختلاط والعنف وكذا الولد بنفس الطبيعة بيكون زي ما بيقوله أوتجوينج يعني عايزي عايزي يطلع يتكلم عنف كذا وكذا فتلاقي في سلوك الطفل الولد يختلف عن سلوك الطفل البنت فده أول عامل العامل الثاني أنه هو البنات بطبيعة الحال برضو من ضمن الأشياء دي أنه عندهم القدرة على الانطواء أكتر من الطفل فما يتكلمش عن حالاته يعني ما يبنش عليه ممكن يكون البنت عندها أوتزم نفس أوتزم زي الولد بالضبط بس يصعب على الطبيب تشخيصه لأنه بيسموها في الإنجليزي ماسكينج يعني بيخبي بيخبي الأعراض يخبي الأعراض عن طريق أنه ما يتكلمش أنه بيتحاشى المواقف اللي هي تبين المساوء وكذا يعني فلو اضربت مثلا ممكن يكون طفل عنده توحد ومش شديد يعني لوحد متوسط فهو عايز يلعب وعايز يتفاعل بس مش عارف يتفاعل إزاي ولعب إزاي فيبدأ يظهر مساوء من طريقة المعاملة يأما ياخد لعبة بالعافية يضرب عيل تاني يعني 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 كل شيء اللي حاله اللي وحده يعني يأما ينطون كامل ويلعب لوحده فهو عايز يلعب بس رغبته في اللعب وطريقة طريقة أنه يسلك هذا السلوك الطريقة بيكون فيها شيء من العدوانية هاي مهمة جدا يعني منقول اضطراب في السلوك هل ممكن أنه يصل أو يصل لمرحلة العنف الغير قادر للسيطرة عليه يعني سواء في البيت أو خارج البيت وبالتالي لازم دائما يكون حدا مرافق العالم اللي حواليه ازاي والعالم اللي حواليه مش فهمه يعني الاتنين مع بعض سواء حتى الوالدين مش فهمين هو عايز ايه هو فيه شيء في دماغه عايز عايز يتكلم عنه أو عايز يطلبه مش عارف يطلبه ازاي لأن احنا قلنا فيه الطراب في التواصل في الكلام وفيه الطراب فيه كيفية التعبير والتفاعل عنده فكرة بس مش عارف بيوصلها الاب والام اللي هو اكتر ناس متعاملين معاه مش فهمين هو عايز ايه ولا بيبكي ليه ولا بيتصرف ازاي فهذا بيؤدي الى نوع من العنف انه زي اي حد لما تكرر السؤال مرتين عليه مش هيبقى بنفس الليونة لما تسأله مرة واحدة سألته مرة واحدة سأله ثاني ثلاث اربعة مرات نفس سؤال تعدي خمس مرات عليه هتلاقي فيه تغير في تعبيرات وجه الشخص اللي حضرتك بتسأله يقول ايه انت مش فهم ليه فهو الطفل بيحصل له هذا النوع من التفاعل بس اشد وبالتالي يترجم الى سلوك وعنف وعدوانية تحدثنا دكتور عن فئات مرض التوحض الفئات القليلة يعني المصابة قليلة نوعا ما او العلامات البسيطة قادرة على اكمال حياتها بالنسبة لمضاعفات الاطفال اللي يعانون من درجات عالية بالتوحض يعني من اهم المضاعفات اللي هي عدم القدرة على اتمام الدراسة عدم القدرة على العيش مستقل موضوع الانعزال الاجتماعي يريد تحكي عن هذا الموضوع انه الى اي مدى المصاب باضطراب التوحد القوي فعلا هذا بيأثر على حياته مستقل طبعا للأسف الشديد التوحد القوي تقريبا حوال من 60-70% منه بيبقى مصحوب بمضاعفات تانية غير لحياتك ذكرتها زي ممكن يكون عنده اضطرابات تانية زي اضطرابات اللي بيسموها ADHD اللي هي اضطرابات اللي بيسموها فرط الحركة حضرتك فرط الحركة وقلة الانتباه او انعدام الانتباه attention deficit hyper activity disorder فبيبقى فرط الحركة وعدم الانتباه تلاقيه دقيقة هنا ومش مركز على اي شي ما فيش تركيز قلة تركيز وفرط حركة شديد ده ممكن بيبقى موجود من نسبة 60 الى 70% مع الاطفال اللي عندهم التوحد بالدرجة اللي حضرتك ذكرتها اللي هي العالية فده اول شيء بعقد الامور الشيء التاني بيبقى فيه اللي بيسمى anxiety disorder اللي هو برضو اضطراب القلق اضطراب قلقي والاحباط فبالاضافة كده بالاضافة لانه عنده اوتيزم وعنده فرط الحركة بينضيف عليها كمان اللي هو الانزاية اللي هي عملية القلق او التقلق من اي موقف طلع الطفل له comfort zone يعني له منطقة هو اللي بيرتاح فيها بس اللي هي ممكن غرفة نومه او ممكن ركن معين في البيت تحاول يخرج من هذا الروكن اللي منعزل فيه الى الخارج كده خلاص هو يعني الخوف الشديد والقلق الشديد يؤدي الى هذا الانعزال انه هو يعني مش فاهم ايه اللي هيحصل لو هو خرج برا البيت هيحصل ايه فيه اشياء معينة ممكن تخوفه فيه توقعات معينة من هو غير مستعدة لها ودايما تلاقي الطفل اللي هو يعني فينس بتسكأ شوية لو المتوسط يسأل دايما الاب والام احنا رايحين فين ويسأل السؤال ده عشرين مرة وهيحصل ايه بعد كده عايز عايز يعرف مسبقا جميع الخطة اللي هي من الخروج للبيت للرجوع ما ينفعش ما ينفعش حاجة تتعامل عدد ثقة وقلق عدد قلق مستمر وما ينفعش تعمل شيء من غير خطة لو غيرت الخطة فيه روتين معين لازم يمشي عليه لو غيرت الروتين ده لدرجة ان لو حضرتك ماشية بالسيارة والطفل موجود معك اللي هو عنده التوحل الشديد ده بيبقى مراقب الطريق وحفظه تماما فيحصل انه لو غيرت بسبب الترافيك يعني بسبب انه في زحمة يتوتر ويبتدي يبقي احنا هو بس اذا هتعمله يعني انت هتروح الناحية التانية وترجع يا ابني انا انا رايحين نفس المكان لا انت غيرت الطريق ويحصل مشكلة كبيرة ده وهو طفل الكلام ده بيترجم وهو كبير بقى حط المضاعفات كلها على بعض تلاقي فين الصعوبة بتبدأ ازاي بيبدأ في المدرسة اولا زي ما حالتك تفضلتي ما يستطيعش ان يكمل الدراسة حتى بوجود المساعدات والدراسة اللي هي الخاصة والمساعدات الخاصة والتأهيل بيبقى برضو صعب صعب تأهيله ان هو يندمج مع الاطفال الطبيعيين ذلك يستحسن ان هو يروح لمدرسة خاصة فيها اللي هو الناس اللي هي نفس المشكلة يفصل لمرحلة اللي هو اللي أنا شفته يعني في خبرتي يوصل لمرحلة التينيج اللي هو كده يعني السنوية وكده يعني في بلادنا ان الطفل ده خلاص كده فقد السق فيه الدراسة مش عايز يروح المدرسة وعنده القدرة ان هو يعني يتحدى فيقول مش هروح وهو صغير يتشعل يتحطي في سيارة ويطلع صحيح خمس سنين أنا أصبح شاب شاب كبير ضخم أطول من أبوه وأضخم منه هيوديه ازاي المدرسة أو الكلية مش هروح خلاص مش هروح يقعد في البيت وعاده في البيت بيبقى تحاشي وبيتحاول يتفادي الضغوطات المجتمعية والبيئية لأنه أصبح مدرك أصبح مدرك لها ولا يدري كيف يتعامل معها فالأحسن شيء بالنسبة له لا أنا خليني أحسن في البيت يشعر بالأمان بالأمان أنا فيه طفل مش طفل هو كبير طبعا وصل لما كبير كنت بعمل الاستشارة معه بالتليفون في الأول كان يجي ولم يجي العيادة وكده كان يبقى لابس اللي يسمعوه الهودي ده اللي هو الكبود اللي غطي برأسه ولابس نظارة سودة عشان محدش يشوفه وينتظر في السيارة لما يقول لي مامته لو في حد في الموقف السيارات في الكاربارك وكده ما يطلعش إلى أن ينتهي ما فيش حد يمشي يخرج بسرعة من الباب ينطلق إلى هنا في بريطانيا يعني رغم أنه هنا المجتمع نوعا ما متقبل متقبل بس هو ما يعرفش كده هو نفسيا هو نفسيا خلاص أغلق على هذا المجتمع لا يريد أن أحد يراه وهو يخرج من السيارة ولا يريد أن يقابل حد ولا يريد التقاء العينين يعني من ضمن الأعراض مش عايز مشعر بالنقص ما فيش فهو حاسس أن فيه مشكلة ومش هيقدر لو حد وقاله صباح الخير هيعمل إيه ويرد إزاي وإيه المشكلة وكده يعني فلما دخل عندي العيادة أنا طبعا بتابع معه وكده المرحلة بعدما كان بيتابع ابتدى ما يجيش بعدين ابتدى ما يردش على التليفون بعدين ساب المدرسة خالص بالكامل وبعتناله حد يروح يشوفه في البيت رفض يعني بعتناله يعني أخصائي سلوكي وكده عشان يساعده في البيت رفض أنه يفتح الباب لأي حد وأغلق الغرفة على نفسه وأصبح الأمر وأدى بيه أنه الانطوائية كل اللي بيتعامل على الانترنت ففعلا بتوصل لمرحلة أنه بينعزل تماما عن العمل وبتأخر تأخر تقدم سنعود لإكمال الحوار دكتور محمد ولكن بعد نذهب لهذا الفاصل القصير أهلا بكم مجددا مشاهدنا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج كيف الصحة نناقش فيها إضطراب التوحد الأعراض والعلاج أعود لك دكتور محمد كنا نتحدث قبل الفاصل عن الحالة التي تحدثت عنها التي وصلت لحالة من الإنعزالية والإنتوائية دعنا نتحدث قليلا عن الأهل ضغوطات التي يعانيها الأهل جراء هذه الحالة وصعوبة التعامل معها مثل الحالة التي ذكرتها الأهل فيه نوعين من الأهل النوع الأول اللي هو لا يدري المشكلة يعني لا يدري هل المشكلة هل الطفل فعلا عنده مشكلة والمفروض الأباء أو الوالدين المفروض يذهبوا إلى مراكز هم أنفسهم يذهبوا إلى مراكز تأهيلية ده اللي احنا بنعمله هنا في البلد قبل ما الطفل من برنامج تأهيل الطفل لا بد أن الأباء يشمل تأهيل للأهالي الأهالي نفسهم يتعلموا عن الحالة يتعلموا كيف يتعامل معها في البيت كيف يتعامل معها في الطريق في الشارع في السوق ده أول شيء ده النوع الأول من الأهالي اللي هو لا يدري فإذا كان لا يدري فهذه مشكلة فيبتدي أنه هو يعاني من فرط مشكلة الطفل لأنه يعني هو نفسه يتعصب هو نفس ممكن يحصل له مشاكل نفسية وعصبية وإحباط يشايف طفله قدامه ومش عارف يتعامل معه صحيح ده الجزء لكن الطفل وصل لمرحلة للأسف الشديد زي اللي ذكرتها متأخرة وحالته شديدة لدرجة أني حتى حتى المتخصصين لا يستطيعون أن يعني يعني يساعدوا في التأهيل وهنا تبقى الضغط الزايد على الأهالي أنه يعني غير قادرين غير قادرين والأخصائيين غير قادرين لأن ده لا يحصل ما إنت حضرتك بيحصل لو حصل التأخير في التشخيص مش باستمرار يعني لو حصل تأخير في التشخيص يكون أسوأ العلام يكون أسوأ لأن لأن إحنا زي ما تقولي فاتنا القطار فاتنا قطار التأهيل لأن التأهيل بيأخد فترة بيأخد فترة ولازم فيه بقى فيه تعامل وفيه استجابة تجاوب من الطفل والطفل كل ما يكون أصغر بيبتأهيل أحسن وفايدته أحسن وبرضه سهل نقله سهل نقله يعني نقول للأب هات ابنك يجيبه عادي لأنه عنده سنتين لأنه يكبر يصير فيه شخصية وقرار شخصية وكبيرة و16-17 سنة فيه عندك معاد مع الدكتور تعالى يقول لي يا دكتور مش عايز الولد مش عايز يجي طبعا التدخل والتأهيل ويؤثر على اللي هو يعني النتيجة النهائية المحصلة النهائية للطفل نفسه أنه أين سيكون يعني ماذا سيفعل في حياته طيب ما دمنا نتحدث عن الأهل دكتور يعني تحديدا في مجتمعاتنا العربية لأي مدى هناك إدراك لمفهوم اضطراب التوحد يعني هل ممكن أنه الطفل يكون عنده توحد والأهل غير مدركين أنه الطفل عنده توحد ويتم اللجوء للعنف في التعامل مع الطفل يعني كما ذكرت أنه ممكن أنت تنادي على الطفل مثلا مايرود أو تتهم الطفل أو الطفل يكون عنيد وانت غير مدرك أنه عنده توحد ويلجأ الأب والأم لعملية الضرب أو ممارسة للعنف كما يتم في بلداننا العربية إلى أي مدى عدم إدراك التوحد مازال موجود مازال موجود للأسف مقارنة بدول كثيرة مازال التوحد عدم عدم التوعية للتوحد سواء من المنظومة الصحية والمنظومة الحكمية أو من الأهالي نفسهم مازال فيه أنهما يعني غير معتقدين أنه فيه شيء اسمه توحد واللي سمع عن التوحد مش معتقد أنه هو يعني شيء وفيه الطرابة يستدعي أو يستوجب الذهاب إلى مختصص هو يفكر أنه ممكن يعدل سلوك الطفل ممكن بأشياء معينة أو ممكن هو لا يعتقد أنه يكون فيه توحد هو بس الولد عنيد شوية أو مش بيسمع الكلام وممكن يعني يضرب ضربتين يبقى كويس وما فيش مشكلة ففعلا فيه عندنا احنا متأخرين في بلادنا العربية بالنسبة لنشر الوعي بخصوص التوحد وخلط التوحد حتى في المدرسة يعني دعك حضرتك من الأباء في المدرسة نفس المدرسين المفروض أنهم متعلمين الطفل اللي هو بيعمل شيء معين على طول بيعاقب على أساس أنه هو سلوك وردي وأنه بيتحدى الأستاذ وأنه لازم يعاقب ولازم ممكن يفصل ولازم الأباء والرسالة تصل للأباء يزيد وبرضه الطينة بلة أنه لأسف أنت بتعمل كده وإحنا بنصرف ونعمل فالتنين المكانين المدرسة والبيت مش متفاهمين لأن الطفل ممكن يكون عنده توحد وهنا كيف تنحكس هذه الوضعية على الطفل يعني بممارسة مزيد من العنف على طفل أصلا هو مضطرب وغير مدرك للواقع طبعا طبعا حضرتك ما هو الطفل اللي بيكون عنده توحد آخر شيء أن الإنسان ممكن يعمله أن يتحدى هذا الطفل يتحدى في شيء معين يعني لو هو عايز يمسك بشيء معين التحدي من الكبير من الشخص الناضج الكبير أنه هو ياخده بالعنف بالعافية منه وممكن يعني يزيحه أو يرميه على الأرض وكذا لا في طريقة تانية لو ماسك سكينة مثلا عايز يلعبون أو والد يقول طب ما هو ممكن يمكن ماسك سكينة أو ولاعة أو كذا يعني نعمل فيه لا في طرق معينة وهي دي اللي أنت عايز تتعلمها الطرق المعينة بيسموها استبدال الشيء بالشيء يعني مثلا فيه شيء تاني هو بيحب أكثر إصارة ليه أو يجذب نظره أكبر تمسك أنت الشيء ده وتقدم للطفل وتوجه نظره ليه وفي نفس الأثناء بتحاول تستخلص التاني منه يبقى عوط عوط بتاخد وتبدي مش خلاص تاخد ده ولا وكذا ما ينفع مع كذا هو بقى هيخش فيه موال أنه ممكن يقزي نفسه وفي أطفال كتير بيقز نفسهم ممكن يحصل له يعني يعني كدمات في الوجه أو في الرأس وممكن يحصل لكسور كمان أنه عدم قدرة الأباء على السيطرة عليه بالطريقة السليمة ما هي السيطرة دي مش سيطرة بالعنف سيطرة لازم فيه سيطرة للسلوك والسيطرة للسلوك دي بطريقة يعني حسنة مش بطريقة التعنيف وطريقة ضرب أو توبيخ طب دكتور طرق العلاج يعني كيف تتم معالجة اضطراب التوحد هو العلاج العلاج ما فيش علاج دوائي أو عقاقير يعني تأخذ ما فيش هذا ده معروف يعني زي نكتب مثلا رشدة وكده يجيبها من الصيدلية لا ما فيش الكلام ده اللي موجود فقط هو تأهيل يعني اسمه علاج يعني علاج تأهيلي زي العلاج الطبيعي العلاج التأهيلي هو محاولة تغيير السلوك ومحاولة تعديل النمطية اللي هو اللي الطفل بتكون موجودة عنده بسبب التوحد ومحاولة تعليمه بطرق مختلفة عن تعليم الطفل العادي ففيه مثلا الطفل العادي كتاب وقلم وكده وكده الطفل بتاع التوحد مش هيستجيب فممكن تعلمه ممكن بتابلت كمبيوتر لوحي ويكون عليها برامج معينة والبرامج المعينة هو الطفل اللي بيبدأ يتفاعل مع الكمبيوتر بيضغط على ضرار معين ده بيجيب له البرنامج يتفاعل معه وبالتالي ده احد الطرق لتأهيل تعليم الطفل اما التعليم بالطريقة التقليدية زي هل تنجح طرق دكتور يعني انا قرأت احيانا في بعض العلاج الدوائي ايضا بعض الاشخاص يتم ممكن اللجوء او بعض الحال لا العلاجات الادوية مجرد تكاهنات من الاعشاب في ناس يقولك مثلا يدو زيت كابت الحوت واشياء من هذا القبيل وكذا يعني اقرب الفيتامينات اي اقرب الفيتامينات لكن هذه الاشياء غير معترف بها اكاديميا وطبيا غير موجودة وما فيش يعني لا يوجد عندنا ان احنا بنكتب شيء معين الاشياء اللي ممكن نكتبها ممكن للنوم لانه معروف اطفال الطواحد ممكن عندهم اطرف النوم برضو فلحنا ممكن نكتب دواء يهدئ ده الشيء اللي احنا ممكن نعمله طب العلاج السلوكي دكتور او التربوي هل ينجح يعني بيعمل نتائج ايجابية او تكون متفاوتة من شخص اه طبعا وفيه امثلة كثيرة جدا للاطفال اللي هما مش هنقول تخلصوا لكن تعلموا كيف كيف زي بالفرنسي او لك الاتيكيت فهو بيتعلم طريقة المعاملة يعني قادر انه يخزنها وقادر انه يخزنها او قادر انه يخزنها اضرب مصل بسيط لو احنا قلنا للطفل لما تدخل المكان فيه ناس تقول السلام عليكم ونفضل نقول الكلمة دي تلاقيه يعني طلقائيا اوتوماتيك يدخل قادر يقول السلام عليكم رغم انه لا يفهم مضمونها لا يفهم معناها لكن قادر هو بيعملها زي الببغاء يعني ترديد فبيرددها فشيء كويس انه تعلم انه هو في الموقف الفلاني كذا نقوله كمان لما تدخل مكان وعايز تلمي الشيء تستأذن فنفضل نكرر هذا الشيء مرارا وتكرارا الى ان يدرك انه لا بد ان يستأذن قبل ان يأخذ هذا الشيء فهو يعني هذا هو التأهيل انه هو اعادة التأهيل وتدريب للسلوك انه هو بحيث ان الطفل يتعود اشياء معينة يكتسبها ويتعلمها وتصبح انه هو قادر انه يستخدمها في حياته لما يكبر نقوله كمان انه مثلا لما يكون فيه مجموعة من الناس وكذا وهو يعني الناس تكون تتعرف عليه ان هو عنده اوتوزم ما فيش داعي يسأله انه هو يقف ويتكلم او يسأله لانه يعني يعني مش خلاص حسنا في الفصل في الفصل مثلا فيه عشرين طفل لو المدرسة قالت للطفل التوحد اقف يا فلان وحكيلي كذا كذا خلاص كده احنا كده جفلنا البوابة انه يتعلم خلاص لا هو ممكن يتعلم بطريقة تانية انه يبقى فيه ومساعد المدرس بيقعد جنب طفل او طفلين بالتوحد بيقعد بينهم وبطريقة معينة يترجم نصائح او طلبات المدرس مدرس الفصل للطفلين ذو البزات بما يتناسب مع ادراكهم بما يتناسب الله يفتح عليك ما يتناسب مع ادراكهم يعني المدرس يقول يلا يا اولاد افتحوا الكتاب على صفحة كذا طفل التوحد ايه ده ايه ده ايه ده ايه وكذا ما فيش ما عندوش هو الكلام غير مدرك غير مدرك لانه هو هي بتتكلم بسرعة وهو ممكن عنده مشكلة فيه فهم الكلام والتعبير كمان فالمدرس يتكلم سامع هو بس مش هيعمل شيء المدرسة اللي هي اللي بتساعده من ضمن برنامج التأهيل بتقوله المدرسة بتقول كذا نفتح تفتحوا الكتاب وتقول نعمل كذا مع بعض يعني كأن تأخذ هذا ممكن بعد ممكن عشرات المرات يبدأ يتفهم الروتين الروتين لهذا الموقف فهو للطفل بيفهمه بيفهم روتين الشيء اللي هو هدخل اقول سامع لكم انا ما عرفش بقى انا تتقلمت بس هقولها كده لما كون هاعد على الاكل بطريقة معينة في الفصل انتظر لما كذا فهو التأهيل هو ده التأهيل اللي هو طفل كل ما يكبر يتعلم شيء ويبتده هو نفسه يدرك ويعدل من سلوكه بنفسه فيبتده يتحاشى المواقف اللي فيها ضغوط نفسية يعني لو دخل في لو دخل في اجتماع مثلا يقعد في الآخر او يقعد لو يقعد ورا واحد طويل شوية عشان محدش يشوفه او فروق ورا العمود يديه الشعور انه بعدم الثقة كبير جدا اه بالضبط كده هو خايف ان حد يشاور عليه يتفاعل معه خايف حد يتفاعل معه فهو كويس خالص انه وصل للمرحلة انه انه دخل وخلاص بيتعلم هو ايجابية وبيتعلم وبيكتب بس مش عايز حد يتفاعل معه حتى لا يكتشف حتى لا يكتشف خباياه والمشاكل اللي عنده طب فرصة دكتور ايضا بما انك مطلع على واقع التعليم والمدارس في بريطانيا يعني لمن يستمع الينا من العرب في بريطانيا يعني لو اطفال عندهم التوحد المدرسة شو الخدمات اللي بتقدمها لو كان هالطفل عنده مرحلة متقدمة هل في مدارس متخصصة كيف الوضع في مدارس متخصصة فيه برنامجين البرنامج الاول مدارس متخصصة بالاطفال اللي عندهم اضطرابات ذهنية واعاقة اعاقة فهم يعني والنوع التاني البرنامج التاني للآباء اللي هم لا يريدون الحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة فبيعملوا معهم ايه البرنامج دول بيقولوا خلاص ماشي هنديه برنامج التأهيل في نفس المدرسة العامة اللي هو فيها ويكون بمرافقة اللي أنا قلت عليه اللي هو ايه المدرس المساعد يعني هذه الفرصة متاحة حتى للي بيكون مستوى التوحد عندهم يعني اكثر من البسيط لا لازم درجة معينة هنا المدرسة هو فيه برضو حكاية التأهيل او المساعدة اللي بياخدها من المدرسة برضو بتنقسم الى قسمين القسم الاول ان بيجي من الحكومة مباشرة نعم بيجي دعم من المدرسة مبلغ من المال للطفل الطفل نفسه ده بيسموها بيسموها اي 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 سي بي يعني بيسموها اللي هو ايه برنامج التأهيل الصحي والتعليمي فدوه هو البرنامج ده لازم الحكومة بتنضي عليه اللي هي اللي هي الادارة التعليمية في المجلس المحلي وبيدوه البرنامج للمدرسة مدفوع الاجر لهذا الطفل ده البرنامج اللي هو بتعمله اما البرنامج اللي المدرسة بتعمله من فلوسها الخاصة من ميزانية المدرسة للاطفال اللي هما التوحد عندهم بيكون بنسبة قليلة بسيطة جدا ده بتعمله المدرسة نفسه لانه مش محتاج مش محتاج اشياء كثيرة طيب ايضا دكتور في موضوع طرق العلاج قرأت عن الطب البديل موضوع ويمكن ايضا يعني بالنسبة لكم اتباع انظمة غزائية معينة هل الغذاء بيلعب دور موضوع السكر موضوع ما نستمع عنه هل يؤثر بموضوع الاضطراب ام لا يعني كل الاكل متاح بالنسبة للطفل اللي عنده اضطراب يعني زيه زي اي طفل عادي هو عموما بغض النظر عن الاضطراب عموما الاكل المتناسق المتزن مفيد للجسم عموما ومفيد للصحة العقلية والنفسية ده عموما يعني والسلوكية كمان لكن اذا قلنا ده يعتبر علاج او يعتبر داعم للعلاج نحن في عملنا لا نركز على هذا الاشيء الا اذا وضح ان من ضمن علامات التوحد ان الطفل نفسه بيرفض الاكل لو الطفل من ضمن علامات التوحد ان الطفل يعني يبقى عنده اختيار شديد في الاكل يعني يعني المينيو نفسها اللي هي قائمة الطعام اللي موجودة في البيت ممكن يختار منها شيء بسيط جدا فبيصل الى انه يمكن يكون عنده سوء تغذية لانه فرط الحساسية اللي موجودة عنده بتخليه يتزوق الطعام بطرق معينة فبالتالي يرفض معظم المأكلات يعني فيه اطفال لا يأكل لحمة ولا دجاج ولا سمك ولا فواكه وتلاقيه يأكل دايما يا امن البيتزا يا امن المكارونا بس حياته كلها او فيه اطفال يعيشوا على الخبز فقط ولا يتحمل اي نوع تاني من الاكل هنا نتدخل في نظام اغذية لانه اصبح فيه خطر على الصحة العامة مش على التوحد يعني طيب ذكر دكتور انه من ضمن الاسباب هو عامل وراثي يعني هل ممكن عندك حالات او ممكن يتكرر بنفس الاسرة يعني الاسرة يكون طبعا ممكن جدا لو بدأت توحد في اسرة يعني حتى الام والاب ممكن ما يكون عندهم ممكن ما يكون عندهم بس ممكن يكون فيهم من اللي هو ايه الاقرباء يعني الخال العم الخالة العم اولاد العم اولاد الخال اولاد الاخر اولاد اخر فما هي الجينات الجينات عملية وراسية بتشترك فيها العائلة خاصة اذا كان فيه تزاوج داخلي من القصرة من الاقارب هنا بتزيد المشكلة اكتر واكتر فلو فيه طفل يعني واحد متزوج بنت عمه وهي معها اخ عنده توحد نسبة ان الطفل ابنهم يكون عنه توحد بده اعلى كتير جدا من انه تزوج من شخص وممكن يكون اكتر من طفل يعني ممكن يكون اكتر من طفل طبعا وزا ما ذكرت في الاول فيه نسبة ما بين 25 ل 50 في المية فرصة ان الطفل تاني ممكن يجي يكون عنده توحد لنفس الاسرة اخ 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 يعني تعامل المجتمع دكتور يعني الى اي مدى وصل لحالة من الوعي بتقبل هذه الفئة بتعامل معها بحساسية نوعا ما يعني مختلفة تماما بمجتمعاتنا العربية طبعا لو قلنا تعامل المجتمع في المجتمعات اللي فيها توعية زي هنا في بريطانيا مفيش انسان في بريطانيا لم يسمع عن الاوتزم او التوحد معظم الناس سموا عنها اذا ما كانش كلهم يعني صراحة سواء عن طريق هل بدلمس دكتور بتعامل المجتمع انه حريص جدا على التعامل مع هذه اذا لم يتم تشخيصه الناس بتنظر ليه سواء هو رأي يركب قطار او بص او حافلة والناس تنظر ليه اذا بغطرية غريبة لا بد ان الاب يذكر للناس ابني عندي عنده كذا فالناس بتحترم هذا الامر لكن اذا لم يذكر كل الناس ستعطيه نظرات غريبة وشمئزاز وكذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد حسان الاستشاري في طب الاطفال والاسرة على كل هذه المعلومات حول اضطراب التوحد والاعراض وطرق العلاج شكرا جزيلا لكم مرحبا اهلا وسائل بذلك نأتي مشاهدين الكرام الى نهاية هذه الحلقة من برنامج كيف الصحة الى اللقاء